أزيد من 181 ألف إمرأة تمتهن التجارة باحترافية وفق آخر الإحصائيات التي أعلن عنها المركز الوطني للسجل التجاري مسجلا ارتفاعا في العدد الإجمالي للنساء التاجرات في الجزائر بـ 17.8% خلال السنوات الخمس الأخيرة وتمثل النساء حاليا 8% من إجمالي عدد التجار المسجلين لدى المركز الوطني للسجل التجاري والمقدر عددهم مطلع مرس الجاري بـ 2,246,725 تاجر ومن بين العدد الكل للنساء التاجرات المسجل حاليا توجد 166,115 تاجر مسجل كشخص طبيع و15,705 مسجل كشخص معنوي ويتموقع أكبر عدد من النساء التاجرات في الأقطاب الاقتصادية والحضارية الكبرى لا سيما في العاصمة التي تأتي في المقدمة متبوعة بكل من وهران، تيزيوزو، قسانطينا، سيديب العباس، تيليمسان والبوليدا وفيما يخص معدل الأعمار للتاجرات المسجلات كأشخاص طبيعيين فإن الفئة العمرية من 39 و 48 سنة تمثل 25.20% من إجمالية المسجلات في حين تشكل الفئة من 49 إلى 58 سنة نسبة 24.53% ومن حيث قطاع النشاط فإن النساء التاجرات بصفة شخص طبيعي ينشطن بشكل أساسي في مجال التوزيع بالتجزئة بـ 48.29% ثم يليها قطاع الخدمات بـ 39.55% أما إنتاج السلع فتقدر بـ 8.81% فيما التوزيع بالجملة يمثل 3.16% أما الإنتاج الحرفي يقدر بـ 0.16% والتصدير 0.03% أما العدد الإجمال للنساء الأجنبيات المقيدات في السجل التجاري فقد بلغ إلى غاية مارس الجاري 633 مسجلة منها 187 تاجر مسجلة كشخص طبيعي و446 شركة أجنبية تسيرها إمرأة